بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع نبدأ ونكمل ما أخذناه في الحصة الماضية الصف الثالث المتوسط والفصل الدراسي الثالث والمادة لغة الخالدة والموضوع الوظيفة النحوية العطف رقم اثنين قد أخذنا في الحصة السابقة العطف رقم واحد الآن سنكمل ما بدأنا فيه من العطف رقم اثنين وفاء اليمني وتشاركني الأستاذة نسرين النصار في لغة الإشارة مشكورة ما زلنا في هذه الوحدة الخامسة سموم قاتلة نسأل الله أن يحفظ أبنائنا من كل سم قد تعرفنا على الجزء الأول من درس العطف ونكمل اليوم الجزء الثاني وهو الجزء الأخير لدينا هدف تعليمي سيكون المتعلم بعد نهاية الدرس قادرا على التعرف على العطف وتمييزه واستخدامه سيستخدم حروف العطف كالواو والفا وكذلك يستخدم ثم وكذلك حتى في كلامه ممكن أن نعود إلى الدرس رابط الدرس الرقمي موجود في بداية كل درس نوجه فقط كاميرا الجوال أو الكاميرا عليه ويفتح وتكون هناك الأهداف وهو يكون الدرس كله معروضا هناك توقفنا عند هذا الجزء في صفحة 76 وهو ثانيا هنا كما تلاحظون هذه الخريطة قد وضعت في أول الصفحة سنستنتج بعدما تعلمنا العطف وتعلمنا أسلوب العطف وكذلك تعلمنا أنه يتكون من ثلاثة أجزاء وهو المعطوف عليه وهو الجزء الأول وكذلك حرف العطف الذي تم اختياره وما بعد حرف العطف وهو المعطوف وقلنا أن هناك ترابط بين الكلمتين سواء كان في الحكم أو في الاشتراك في الإعراء نستنتج إذن العطف سنعرفه وهو الربط بين الكلمتين أو أكثر ممكن أن أقول دخل زيد ومحمد وخالد وهكذا أو جملتين أو أكثر بحرف من أحرف العطف وإشراكها في الإعراء ما هي حروفه؟ سنكتفي فقط بستة منها الواو مثل جاء محمد وحمد نلاحظ هنا الجزء الأول جاء فعل ماضي محمد وهو الفاعل وهو المعطوف عليه وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حمد هو نقول عن في إعرابنا له معطوف على محمد معطوف أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة إذن نلاحظ محمد جاء مرفوعا فبالتالي حمد ستكون مرفوعة مثلها يركع الإمام نلاحظ حرف الثاني وهو حرف الفا مثالا على ذلك يركع الإمام فالمأموم هنا نلاحظ يركع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الإمام وهو الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة من يأتي بعده فا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب المأموم هنا هي الكلمة التي عطفت على الإمام فهي تأخذ حكمها فتكون معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن اشترك في الرفع نلاحظ هنا الحرف الثالث وهو الثمة مثال على ذلك جاء محمد ثم أحمد إذن هنا كما قلنا الواو يفيد الاشتراك في الحكم دون ترتيب زمني سواء كان المجيء لمحمد أولا أو حمد هنا أيضا اشتراك في الحكم لكن بترتيب يركع الإمام قبل ذلك ثم بعد ذلك المأموم لا يركع قبله بل يركع بعده هنا ثم جاء محمد ثم أحمد جاء فعل ماضي مبني على الفتح محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ثم حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب أحمد ستكون معطوف على محمد فأقول مرفوعة وعلامة رفعها الضمة إذن تفيد ثم تفيد أيضا الترتيب مع التراخي ممكن أن يكون أحمد تأخر عن المجيء بعد محمد بساعة أو أكثر أو أقل ليس مباشرة كحرف العطف نلاحظ الحرف الرابع وهو أو اختر الصحة بتجنب الدخان أو المرض به إذن هنا اختر فعل أمر الفاعل ضمير مستتر الصحة مفعولا به بتجنب الدخان أو المرض نلاحظ هنا عليك أن تتجنب ماذا الدخان أو حرف عطف والمرض معطوفة على ماذا؟ على الدخان مثلها تشترك معها كما قلنا أو تفيد عدة معاني منها التخيير ومنها كذلك عندما أطرح سؤالا هل ستأكل الموز أو التفاح إذن أخيرها هل سيأكل هذا أو هذا الشك أكلت التفاح أو الموز إذن هنا أشك أيهما أكل من الفواكه هل هي التفاح أو الموز إذن بحسب ما تكتب أو بحسب الصيغة التي توضع فيها أو تدل على ذلك المعنى المقصود لا كما قلنا تفيد ماذا؟ نفي ما أثبتناه للمعطوف عليه كن صديقة خير إذن نطلب الآن أن يكون صديقة خير لا صديقة سوء إذن ننفي أن يكون صديقة سوء ونثبت أن يكون صديقة خير لا حرف عطف مبني على السكون ما انتهى بألف مبني على السكون لا محل له من الإعراب حتى وكما قلنا وهي قليلة يموت الناس حتى الأنبياء لاحظوا هنا يموت فعلون مضارع والناس فاعل حتى حرف عطف مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب الأنبياء ماذا سيكون إعرابها تكون أيضا معطوفة على الناس مثلها مرفوعة هنا يشترط في حتى أن يكون ما بعد حتى جزءا من المعطوف عليه فالأنبياء هم جزء من الناس ننتقل لصفحة الأخرى أعلم أن حرف العطف أو كما قلنا يكون للتخيير إذا كان قبله جملة فعلها فعل أمر على الأرجح الآن ثالثا وهو الجزء الأخير الذي سنطبق كل ما تعلمناه في هذا الدرس وهذا الأسلوب أسلوب العطف ونجرب حروف العطف المناسبة أيها تناسب أكثر في كلامنا هنا طلب مني أن أمثل لما يأتي في جمع المفيدة عليك أن تركز في المطلوب وتنفذيه بدقة حرف عطف يفيد التخيير إذن عرفنا ما هو حرف العطف الذي يفيد التخيير لدينا الواو ولدينا الفا ولدينا ثم ولدينا أو ولدينا حتى إذن حرف العطف سيكون أو والمعطوف وهو الجزء الثاني ماذا سيكون منصوب سنركز الآن اختر إذن هنا فعل الأمر الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت طريقة مفعولاً به منصوب وهو مضاف والتوبة مضاف إلي أو الضياء اختر طريقة التوبة أو الضياء الآن الضياء هي المعطوف على كلمة طريق التوبة إذن جاءت منصوبة مثلها ننظر إلى المطلوب الثاني حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب والمعطوف عليه مجرور إذن ما هو الحرف الذي يفيد الترتيب مع التعقيب تعرفنا الحروف ومعانيها إذن هو حرف الفا والمعطوف عليه أي الجزء الأول سيكون مجروراً إذن ممكن أن يسبق حرف جر سننظر الآن عند الإقلاع عن التدخين قرر فنفذ قبل فوات الأول عند الإقلاع عن التدخين قرر فنفذ قبل فوات الأول هنا حرف العطف وهو فنفذ حرف الفا مباشرة بعد القرار يأتي التنفيذ وهو الابتعاد عن التدخين وكما قلنا عن التدخين جاءت مجرورة فعطفت عليها حرف عطف يفيد الغاية إذن هو حرف واحد من حروف العطف وهو حتى يفيد الغاية والمعطوف عليه خبر إذن طلب أن يكون الجزء الأول ماذا؟ الجزء الأول من أسلوب العطف يكون خبر لأن أو إحدى أخواتها إذن إن ممكن أن تكون إن أو أخوات إن كلها ممكن أن تكون اسما لذلك المعطوف عليه حتى تكون اسما وخبرا لهذه الجملة سننظر إذن جاءت في البداية الهمزة مكسورة والنون مشددة هذه هي إن الناسخة الطالبات المتفوقات حتى المنتسبات إن طالبات المتفوقات حتى المنتسبات نلاحظ هنا حتى هي حرف العطف المنتسبات جزء من الطالبات المتفوقات وهي خبر لماذا؟ الطالبات اسم لإن والمتفوقات جاءت خبر لها إن ماذا تفعل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر فجاءت المنتسبات أيضا معطوفة على الطالبات فجاءت منصوبة مثل كلمة الطالبات هنا طلب مني أن أملأ الفراغ بمعطوف إذن لدي تركيب لدي الأسلوب الأسلوب الأول أو الجزء الأول من أسلوب العطف وهو المعطوف عليك ثم بعد ذلك يأتي حرف العطف المناسب ثم المعطوف إذن أن أكمل الجملة بمعطوف المناسب أي الجزء الثاني قال النبي عليه الصلاة وحرف عطف ثم فراء كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم إذن كلما أسكر هذا العقل فهو خمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا سأضع؟ قال النبي عليه الصلاة و والسلام إذن هذا هو معطوف السلام والصلاة السلام عطفت على الصلاة اشتركت معها في الحكم سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل و إذن حرف عطف ومعطوف تخامر وتستره وتفسده وتفسد ذلك الإدراك الرأي الصادق أمانة الرأي الصادق وأمانة و إذن الرأي الصادق من صديق من ولي أمر من قدوة من معلم فهو أمانة و كتمانه عند الحاجة إليه خيانة و إذن لاحظ هنا الخيانة أن نكتم هذا الرأي الصادق إن كانت هناك مصلحة عامة و أن نصرح به إن كانت يعني يحتاج إلي الجميع فهي أمانة لابد أن نكون صادقين في أرائنا متى ما طلبت مننا إذن هناك اتمانه معطوفة على أمانة نصح و فراغ المدير طلابه سننظر الآن إذن نصح وأرشد المدير طلابه إذن قدم المدير النصح و قدم الإرشاد لطلابه إذن عطف فعل على فعل و كانت كلمة مناسبة أو الحرف المناسب وهو حرف العطف الواو في هذا المكان فهي مناسبة تشتركان في الحكم سواء كانت النصيحة أو الإرشاد مباشرة بعد هذه النصيحة أو أنها أخذت وقت قدم الإرشاد أو قدم النصيحة لا بأس في ذلك فالواو تفيد عدم الترتيب الزمن هنا أعرب ما تحته خط في البيت الآتي إذن رقم جيم طلب مني أن أعرب ما كان تحته خط يقول الشاعر هنا هو التدخين يفتك بالحناية ويلقي في نياط القلب جمرة طلب مني هذه الجملة يفتك بالحناية وكذلك يلقي الآن الكلمة يفتك هنا نلاحظها بدأت بأحرف المضارعة وهي نأتي أو أنيت حرف اليا إذن هذا سيكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضميرا مستتر جوازا تقديره هو وهي دائما جوازا والبقية وجوبا طيب إذن وجدنا الفعل وجدنا الفعل بالحناية بي إذن هنا جاءت جملة جاءت شبه جملة مكونة من حرف الجر البا والاسم المجرور البا حرف جر بي مبني على الكسر لا محل له من الإعراب حرف الجر عادة لا محل لها من الإعراب دائما كحروف العطف الحناية اسم مجرور بالبا وعلامة جره الكسر المقدرة إذن نركز على آخر حرف من كلمة الحناية نجدها ألف قائمة كتبت بهذه الطريقة إذن علامة جره الكسر المقدرة على الألف لا يمكن أن تظهر ننظر الآن إلى حرف العطف الذي درسنا وهو كلها حروف عطف مبنية لا محل لها من الإعراب الفارق بينها بحسب النطق يكون البناء وإذن هنا مبنية على ماذا؟ على الفتح فأقول حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يلقي هو التدخين ويفتك بالحناية ويلقي إذن أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء نلاحظ هنا الياء منع من ظهورها الثقل ثقيلة على اللسان الفاعل ضميرا مستتر جوازا تقديره هو نلاحظ الآن عطف فعل على فعل يلقي ويفتك إذن هنا اشترك في الحكم وفي الإعراب ننتقل إلى الشريحة التي بعدها وننظر إلى تدريب التفكير الناقد ونبدأ نتأمل في هذه الجمل أميز بين الواو في جملتين وأبين موقع ما بعدها من الإعراب فيما يأتي الجملة الأولى أقبل التائب باسما ومستبشرا الجملة الثانية أقبل التائب وثغره باسم ننظر الآن إلى نوع الواو الموجودة في الجملة الأولى أقبل التائب باسما ومستبشرا إذن نلاحظ كلمة باسما حال والواو جاءت أيضا معطوفة على حال منصوبة مثلها إذن اشترك في الحكم فالواو هنا كما قلنا حرف عطف جعلت الكلمة الأولى وهي المعطوف عليه تأخذ تكون نفس الكلمة الثانية أيضا منصوبة موقعها ما بعد الإعراب منصوبا لأنه معطوف ننظر للجملة التالية أقبل التائب وثغره باسم أقبل فعل ماضي والتائب فاعل ننظر إلى الواو جاءت بعدها جملة إذن هذه الواو نقول واو الحال وثغره باسم ستكون هي الجملة الإسمية وهي جملة الحال في محل نصب حال إذن هذه هي واو الحال وهذه جاءت واو العطف ننتقل للتدريب الذي يليه هنا أعلم أن العطف بأحد بأحرف العطف يسمى عطف نسق معنى عطف نسق كما قلنا في أن العطف ينقسم إلى قسمين عطف بيان وعطف نسق وهذا هو عطف نسق أي استخدام حروف العطف يقول التدريب أعين أحرف العطف في الأمثلة الآتية وأبين معنى كل منها إذن هنا المطلوب هذه الجملة طلبا مني أن أستخرج حروف العطف ثم بعد ذلك أبين معانيها التي تعرفنا عليها هنا يقول هيهات ثم هيهات أن أعود إلى النفق المضلط إذن هذه الجملة على لسان ذلك الذي حرف عن الطريق فيقول لا أريد الرجوع إلى ذلك النفق المضلط سنركز الآن هيهات ثم هيهات إذن حرف العطف ثم وماذا يفيد قلنا الاشتراك في الحكم كما تفيد الترتيب مع التراخي هذا هو طبعا اسمه فعل بدأ محمد الطريق المظلط بممارسة أعمال غير صحيحة مثل الكذب والافتراء على إخواني لاحظ هنا عندنا الحرف العطف موجود الكذب والافتراء الافتراء والكذب إذن هنا هذان الأمران بينهما حرف عطف واو فاشترك في الحكم فحرف العطف واو سيكون كذلك الاشتراك في الحكم دون التقييد بالترتيب الزمني سواء كان افتراء على الإخوان أو الكذب أو الكذب أو الافتراء قدم هذا على هذا دون تقييد بالترتيب الزمني رقم ثلاثة قرر محمد أن يعالج نفسه فدخل المستشفى نلاحظ هنا نبحث عن حرف العطف قرر محمد أن يعالج نفسه فدخل إلى المستشفى إذن فدخل حرف العطف هو الفا ماذا يفيد الاشتراك في الحكم كما يفيد الترتيب مع التعقيب دخل المستشفى أيضا هي معطوفة على يعالج نفسه بعد أن قرر اختر أحد السبيلين الضياع أو النجاة إذن هنا حرف العطف أو جاء بين التخيير بين أمرين إذن هو الضياع أو النجاة والجميع يرجو النجاة ويسلك مسلكها ويفيد حرف العطف أو التخيير رقم خمسة سيظل شعار المتعافي الثبات للتراجع سنبحث عن حرف العطف ونجده حرف لا فماذا يفيد هذا الحرف سنلاحظ الآن من خلال جملة أنه ينفي عن المعطوف كلمة التراجع ما ثبت للمعطوف عليه وهو التعافي في الثبات هذا هو المطلوب هذا هو الذي أثبت والتراجع نفاه عن ذلك المتعافي رقم ستة لم يقصرت في العبادة حتى قيام الليل نبحث عن الحرف نجد أنه لم أداة جزم وبعدها جملة ثم حرف جر حتى إذن هذا هو حرف العطف حتى جاء هنا كما قلنا وما بعده جزءا من كلمة المعطوف عليه وهي العبادة إذن يفيد ماذا الغاية قيام الليل جزءا من العبادة وهذا هو شرطه حتى يكون حرف عطف مناسب وإلى هنا انتهى درسنا وسنلتقي إن شاء الله في حساس قادمة وأساليب أخرى جديدة وكذلك صنف لغوي آخر في هذه الوحدة الوحدة الخامسة سموم قاتلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته